تريندي سيكاندي بيجايري سائل يقول رجل بنا دارا وخصصها لسكن الأسرة من أولاده وزوجاتهم وأقربائه الآخرين واستحناها من الإرث لتظل كذلك حتى بعد موته هل هذا يجوز في الإسلام؟ وهل قراره هذا ملزم لجميع الورثة بعد موته؟ يا رجل أحساً انضع الورثة بعد النار أحبرة كنت تريندي وسيكون كثيراً فترينة تحيوها من الأمور من الأشخاص أمتعي فترينة يطلب الوطس أكبركم تتخزين مباته من المنزل على الكثير أتخزين أتخزين يطلب الأشخاص أتخزين يطلب الأشخاص أنه يوجد هذا السعب أنه يوجد سر Jayvoc نعم يجوز الرجل ان يستثن من ما لإرثه دارا لتكون سكانا لأسرته رغبتا منهم في لم شملها وخوفا من تشتوتها ودعف أواصر الرحم بينهم بعد موته نعم 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 كيف يجب أن نستخدمونه يكونون جميعها للتعارفين أما هم نضا أن يرى ندرس من عمي وفرقة نبقاء تخيف وفرقة نانية لن يشارك إلى نوعية تنظر إلى مجزئات في إيجاد دراسة سيارة في زوجة النجلة لن يشيق أن تقلق إلى مجزئات ترجمة 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 نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر